تحت رعاية الفريق ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية أقيم حفل تكريم قائد وجميع منتسبية الفرقة الموسيقية للشرطة الذي أقيم اليوم تقديرا لمسيرة عطاء الفرقة واعتزازا بأدائها المتميز في كافة المناسبات الوطنية والمحافل والمهرجانات العالمية وبهذه المناسبة أعرب معالي وزير الداخلية عن شكري وتقديره لللواء الموسيقار مبارك نجم قائد الفرقة الموسيقية للشرطة وكافة منتسبها معكدا أن الفرقة جسدت من خلال مشاركتها الوطنية معاني الإخلاص والانتماء الوطني وعكست التراث البحريني الأصيل وكانت جزءا من العديد من قصص النجاح الوطنية فضلا عن أدائها المتميز وتمثيلها المشرف في الكثير من المهرجانات والمحافل الدولية وثمن معالي الوزير مسيرة الفرقة على مدى السنين حيث تم تأسيسها مع بدايات شرطة البحرين وكانت دائما العمود الفقري في كافة الطوابير بالوزارة ومحل عجاب وتقدير في الداخل والخارج ملتزمة في ذلك بالعمل على تنمية الوعي الوطني وتجسيد الشراكة المجتمعية وأشهد معالي الوزير بالعطاء المتميز لللواء الموسيقار مبارك نجم قائد الفرقة وما قدمه من جهود مخلصة لتعزيز مجالات التدريب والتطوير بالفرقة منوها إلى أن المقطعات الموسيقية المارشات العسكرية التي قام بتأليفها ستبقى خليدة في ذاكرة الوطن كما لم يقتصر عطاؤه على الفرقة الموسيقية للشرطة وإنما امتد دوره إلى تطوير الموسيقى البحرينية والمحافظة على أصالتها مستعينا في ذلك بالطرق الحديثة والآلات المختلفة ونحن نفتخر بهذا العطاء فاللواء مبارك نجم موسيقار متميز بحريني وعربي وأكد معالي الوزير على أهمية تخصيص يوم في كل عام للاحتفال بالفرقة الموسيقية للشرطة من جهة القلواء الموسيقار مبارك نجم قائد الفرقة الموسيقية للشرطة الكريمة أعرب فيها عن خالص تقديره لمعاني وزير الداخلية موضحا أن الفرقة وضعت نصب عينيها الإصرار على النجاح والتميز حيث تم تطوير القدرات الفنية ومواقبة المستجدات والحرص على تراكم الخبرات والاستفادة من التجارب التي مرت بها الفرقة مشيرا إلى أن من أهم عوامل نجاح الفرقة ما يمتلكه أعضاؤها من العلم والمعرفة والحماس والتفاني في أداء الواجب كما قدم قائد الفرقة الموسيقية للشرطة إيجازا أوضح فيه نشات وتاريخ الفرقة ومسيرتها في تطويرها وتحديثها كما قدم عرضا موسيقيا بيّن مراحل تطوير النشيد الوطني منذ مطلع الأربعينيات من القرن الماضي وحتى اليوم وتضمن حفل التكريم فيلما تسجيليا حول الفرقة الموسيقية للشرطة تحت عنوان تاريخ ممتد وعطاء مايسترو أبرز دعم معاني وزير الداخلية للفرقة في مسيرتها الفنية الرائدة وتعزيز حضورها في المحافل والمهرجانات العالمية كأقدم الفرق الموسيقية بالمنطقة منوها إلى أن مملكة البحرين تعمل دائما على تعزيز الفن والإبداع وأسكاء الروح الوطنية وفي هذا الإطار تعد الفرقة الموسيقية للشرطة بتاريخها العريق أحد الأدوات الإبداعية المشعة بمعزوفاتها الوطنية وانتمائها بعد ذلك قام معاني وزير الداخلية بتكريم ضباط وأفراد الفرق الموسيقية للشرطة كما شهد معاني في ختام الاحتفال على السعراض الذي قدمته الفرقة في ساحة نادي ضباط الشرطة